الجنس الوحيد اللي في العالم الاسلامي. خلي بالكم من الكلمة دي. العالم الاسلامي ده كان كبير جدا. من السين شرطان حتى الاندلس اسباني غربة. كانت مساحة كبيرة جدا. جيت تطرون نقول دول ما تدعوا دي حاجات. طبعا دي جيش انهك الانسانية. قتل 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 لغاية ما وصله بيننا. دمر. دمر حتى الخلافة العربسية وبرداد. خمسة واربعين دماغ. خمسة واربعين يوم من الدماغ جواها. لغاية ما وصل فلسطين خلاص هو داخل على مين? مصر. مصر لو كانت التلطرة هزمها. على عرافتي كان يبقى انا اسمي خلافو ده اسمه شنجسخان. او الله. اذا دي معرفش دي معرفش دياناتنا تبعتنا تبعين تبعين. الجنس الوحيد اللي في معرفة عينجيا لوت كوتوز وبيبر. لقدر ان هو يوقع بالزحف ويرجع طبعا انت كتب نقول. وياك فيه. ويرجع كان اللي خدر اسمه. تطول في الحتة دي اسمعنا المؤرخ ابن الاسير. تعالم كبير مؤرخ الريد جدا. ده كان معاصر الاحداث. وكان بيكتب. طور المؤرخ ان هو يكتب لنا الاحداث يوم يوم يوم. توقف عن الكتابة القضية. وبعد هزيمة المماليك للتطر والمقول في عينجيا لوت. سألوه يا ابن الاسير. انت ليه ما كدبتش الاحداث. انت ليه من الاحداث الايام دي ما دونتهاش عندك مذكراتك. هل خذتوا ان اكتب نهاية الاسلام بايه? الديادة. هلا لانها من اشروط الساعة. اللي كان بايه فكرة الراجئ يعني الناس رجالة. رجالة بشي الحارين في بيوت. كان يقول له لو لو انت سمعت ان اتغلبوا دول اتغلبوا ما تستهرش. لأ اكتب صبيرة جدا لكتب وما اقول ده مش موضوعنا بس الجنس الوحيد ان قدر يصد بجمينة. بفضل ايه? التعامل. بفضل الفكر. بفضل النشرة. وده يات رسالة من ضمن الاسار الاسر زي ما قدركم رسائر. ان ابننا ده هشوف انت هتنشئوا على ايه? وهتطلعوا ايه? وهتنزل عجوه ايه? وهيستيقوا معرفتم من ايه? نخلي بالك. نومبر ون ولا صحيح.